لا يستمع لمطالبهم المتمثلة بتسليم مرتباتهم بل يحذرهم بأن احتجاجاتهم المتواصلة قد تعرضهم للعقاب مهما كانت الأسباب التي خرجوا من أجلها مواقف بدأ وقعها على المحتجين بشكل مؤلم ولم يجدوا طريقا لمواجهتها سوى هذه اللافتات كردود على تحذيرات كهذه بعد أن قوبلت حقوقهم بالصد في بلد ما يزال مشتعلا بالحرب والابتتال هنا وبعد أسبوع من وقوفهم يتساءل أليس القانون الضامن للحقوق والواجبات كفيلا بالتعبير عن حقنا في الحصول على مرتباتنا المنقطعة منذ أشهر وإلا ما الذي جاء بنا إلى هنا يقولون تم صرف الرواتب قبل عيد الفطر المبارك لفئة معينة من الموظفين وتم إهمال البقية خرجنا في مظاهرات سابقة عمل الشباب مظاهرات فتم معالجة الموضوع بصرف 20% من المرتب وتبقى 80% من المرتب خرج الشباب اليوم للمطالبة به ثم تم يشبه الوطن وقد يوضاهيه أهمية في عيون الجنود هي أسرهم وأطفالهم من ينتظرون منذ أشهر الحصول على مرتباتهم لمواصلة الحياة حيث تظهر مجمل رسائل منتسب دائرة التوجيه المعنوي والوحدات العسكرية الذين يرون أن رسائل كهذا ما هي إلا جرس ينبه المعنيين بما يدور في أروقة دوائر الجيش ووحداته وأن مخالفات تتمثل في الاستقطاعات الكبيرة وتسليم الرواتب لأسماء لا وجود لها على الواقع تستدعي مساءلة من يقومون بها لا معاقبة من يطالب بحقه في عنا وقفة احتجالية قبل أمس وتم المعالجة بصرف 20% من الرواتب هناك اختلاليات في دائرة التوجيه المعنوي هناك عشوائية هناك شلالية تمارس في دائرة التوجيه المعنوي نرقو من السلطة الشرعية والقيادة العسكرية أن تفعل حلول مناسبة لتلك الإشكاليات تجاذبات بين المحتجين وحراسة القصر التي سارعت لمنعهم من تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية بالإضافة إلى محاولتها منع وسائل الإعلام من تغطية هذه الفعالية ليذهب المحتجون هنا إلى تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية مساهمين أيضا في حماية عدسات المصورين سخط كبير واتهمات متبادلة تستوجب من قيادة الشرعية الارتفاة إليها وإيجاد حلول سريعة وعجلة وهو ما سينعكس بالإيجاب على منتسب الجيش في لحظة تبدو فيها الثقة مهزوزة بين الجنود ومؤسسة الجيش خليل طوي القناة بالقيس مأرم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر